بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الشابتر الثاني بعنوان Geometrical Construction العمليات الهندسية سوف نبدأ بمقدمة Introduction بSectangle Line and Angle بعدها Drawing Parallel Lines بعدها Drawing Perpendicular Lines Drawing Regular Polygon Tangency Drawing an Ellipse Centering the Drawing in the Middle of the Sheet وسوف ننهي الشابتر الثاني بتمرين تطبيق Application حول العمليات الهندسية في الجزء الأول Part 1 من الشابتر الثاني بعنوان Introduction سوف نشرح ونبين أهمية العمليات الهندسية وهنا أخذنا رسمة ثنائية الأبعاد عشان نرسم هذه الرسمة محتاجين نعرف قواعد رسم الدوار ودي حاجة سهلة حاجة رقم اثنين لازم نعرف نرسم الممسات هنا عندنا ممس لخط ودايرة هنا عندنا ممس لدايرة ودايرة وده يعتبر ممس خارجي برا الدايرة كمان محتاجين نعرف ازاي نرسم الممس الداخلي ده يعتبر ممس داخلي لدايرة ودايرة وهنا كمان عندنا ممس داخلي لدايرة وخط كمان محتاجين نعرف نرسم المنظور أو ما يسمى الرسمة ثلاثية الأبعاد هنا أخذنا مثال هذا المثال يحتاج معرفة رسم الخطوط الموازية ده خط موازي لخط على زاوية 30 دي زاوية 30 محتاجين كمان نرسم الخطوط الموازية هذه كمان بنفس الطريقة محتاجين نرسم أو نعرف رسم الإليبس وإزاحة الإليبس هنا كمان نصف إليبس وإزاحة الإليبس عمودين وشي مهم كمان نرسم الخطوط الموازية ولكن هنا الخطوط على زاوية غير الزاوية 30 ترجمة نانسي قنقر